ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرقون قرأي حكمة إذ دازت تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغضبهم وأعني بهم أولئك الذين يلقون متبجرات في صفوف الناس زعمل منهم أن هذا النجاة بسبيل الله والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير ما أحسن ماذا أن تجه هؤلاء أسألكم هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازداد نفرة منه ازداد نفرة منه وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لأن لا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة والإسلام بريء أمه الإسلام بريء أمه حتى بعد أن خدف الجهاد ما كان الصحابة رضا الله عنهم يذهبون إلى مجتمع القطة يغطرونه أبدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد أن هذا الإرهاد فهو والله نقص على المسلمين أقص بالله لأننا نجد متائجا ما في نتيجة أبدا بل هو بالأكس في تشويه السمعة ولو أننا اشتركنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصبحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إخلاح غيرنا في الطرق الشغرية لكان هذا لكان نتيجك وهذا نتيجك أمضي